موسيقى هتقول ايه الجماهير ديت في المنصورة اللسه اسمك محفور معاهم بحروف من ده والله انا بحييهم طبعا وبشكرهم على حسن مشاعرهم وطبعا احنا لو لسه يعني في الملاعب كنا تمنينا ان احنا نعطيهم اكتر واكتر واكتر لانهم يستهلهم لانهم الاساس اساس مستقبلنا واساس شهرتنا وطبعا يعني اتمنى ان حب الناس ده يفضل موجودة على طول ما اقول ان بيعمل حاجة صح بتفضل موجودة ليه والناس بتفتكرها الحمد لله على كل شيء انت شايف المباراة بتاعت الدورة اللي عام دلوقتي اللي بتتلاقي بدون جمهور لها طعم لا يا لها طعم تأسيمات قوية تأسيمات اه اه انا بنجيب لك من الاخر في الموضوع يعني ليه 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 بدون جمهور ليه احرم الاندية من من حبايبهم والناس اللي بتحبوهم انهم يحضروا المطشات ليه جانب ترفيه حتى لا انا اقول لك حاجة اندية الشركات مم وعندي هاش جمهور شيء طبيعي ان يبقى تأسيمة قوي مفيش جمهور لكن لو انا دخلت الاندية الشعبية او الشركات استثمرت الاندية الشعبية الاندية الشعبية والاهل والزمالك والترسق والبيلعب والاسماعيل وبيلعب تلاقي المدرجات مليانة يا كابتل ربنا يكلم ان شاء الله نوصلنا الاخر فقر اسمها انت مين لما قولك انت مين اسمك ايه انا اسم محمد جاي من الحمد لربنا سبحانه وتعالى على كل اللي اعطاني سواء محمد ايه اسمك السلاسي محمد بدير محمد محمد بدير محمد عرفنا على اسرتك كده اللي انت عيش معاها دلوقتي زوجة وبنتين هنجي وهند سنهم كام دول ما شاء الله متخرجين من الجامعة السنة السنة اللي فات دي ما شاء الله كلية حقوق هند وانجي كلية تجارة وعندي هاني ده برضو بكر استجارة مخلص ملعبش كرة لعب كرة بس الاسف الشديد ما كملش في النادي يعني برضو محربة يعني محربة محربوه باسم عبوه كان لعب كويس جداً كان بلعب ايه؟ كان نص ملعب لعب عالي يا سلام عالي جداً طب هو زنبو ايه؟ ما تعرفش بقى حاجات شخصية حاجات شخصية؟ ما فكرش انتو دي لعب في اي حتة تاني؟ لا لا هو كبر دلوقتي كم سنة؟ لا لا هو دلوقتي سبعة ثلاثين سنة ربنا خلهولك ها هو عندي كبان هالة ونعال ها منذو الاعدين في فابوزابي فابوزابي اشتركوا في القناة